هزيمة عم تتحول لفوز في موضوع انت كنت معتبر نفسك فيه يا برج العذراء منهزم او حقك يمكن رايح منك لكن كنت شاعر بالهزيمة لكن في هذا الشهر رح ينقلب الموضوع رأسا على العقب ورح يتحول الموضوع لانتصار اذا انتصار بعد هزيمة نشوف بشكل عام لبرج العذراء رح تكتشف او كتشفت علاقة ثلاثية حبيبي العذراء ولكن يعني نهايتها كتير مقربة بلشت تنتهي او بلشت تروح من الطريق هاي العلاقة الثلاثية حبيبي ممكن تكون عائق شخص في طريق العلاقة العاطفية مع الشريك مش دايما بيكون معناها خيانة او كذا ولكن هاي الطاقة الثلاثية عم تنتهي وتختفي عفوا عم بشوفك اول 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 خلينا نقول اسبوع عم تتحسر عم تتندم على موضوع معين عم تتندم على اهتمام اعطيت ولا شخص يمكن وهذا الشخص ما ردلك الاهتمام باهتمام ولكن هذا الشخص لأ فعلا بستاهل وهذا الشخص يعني بنصحك تستنى اه اذا كان خاصة من برج ترابي او اذا كان اه ناري هذا الشخص بستحف انك تستنى وبالعكس ما تتحسر ما تتندم على شي نهائيا لانه انا شايفي هذا الشخص بيحملك حب كبير بيحملك حب حقيقي خلينا نحكي بصفاء يعني ما ما بده منك شي ما بده عم بشوفه حب صافي تماما عم بيكون في عائق او علاقة ثلاثية رح يتقولولي حب صافي طيب كيف وفي علاقة ثلاثية العلاقة الثلاثية الها كتير معاني حبي حبايبي يعني مش اللي هو خيانة ممكن يكون عائق ممكن يكون اي شي تاني حدا من الاهل ممكن يكون مشكلة مادية يعني اي شي ممكن يكون طرف ثالث عائق في العلاقة فا او بتكون علاقة ثلاثية من الاساس يعني انت اجيت على هاي العلاقة كانت اساسا يعني موجود فيها شخص صغيرك فشايفي هذا الشخص عم بيحبك حب حقيقي عم بتبلشوا سوا حياة جديدة او فرصة جديدة عم تعطولا بعض فرصة جديدة شايفي عم بيقدم لك شغلات في هاي الشهر او عم بيقدم لك دلائل انه هو فعلا صادق لانه انا شايفي انه انت مشكك فيه انت عم تندم انه اعطيته اهتمام انت عم بيكون في عندك شكوك حواليه خاصة مع هذا الكرت ولكن اه هو عم بيقدم لك شغلات شايفي عم تسافر ممكن تسافر مع الحبيب او سفر اه لوحدك لعمل لشي عم بتفكر بمواضيع خلينا نقول كبيرة مواضيع لقدام اه عم بتفكر بالسفر فعليا وعم بيصير يمكن بالشهر اللي بعده على الاغلب اه لكن تحضيرات وامور رح تسير لهذا الموضوع عم بشوف الطرف الاخر مقبل عليك بطريقة اه فضيعة ولكن عم يمسك حاله يمكن كل واحد منكم عم يمسك حاله للتاني اه عم بيكون في بخل بالمشاعر من الطرفين كل واحد ما بده يبين مشاعره تجاه التاني اه ولكن شايفي في عندك انتصار انتصار من بعد ما كنت حاسس بال بالحسرة او كذا رح تحقق انتصار معين في هاي العلاقة هذا السيناريو ما بعرف ليش طلع عندي كلهاته عاطفي يعني مع انه انا ما فتحت على العاطفي فتحت بشكل عام اه عم بيكون في عندك انتصار اذا اه ممكن يكون سيناريو عمل اللي هو سفر على عمل مش مع الحبيب ممكن يكون اه ممكن يكون اللي هو عم بتحط حجر اساس لعمل جديد او فرصة جديدة عم تيجيك اه كشغل اه ولكن بشوف شوي مطلوب منك هاي اذا بدك نصيحتي يعني او نصيحة لهذا الشهر مطلوب منك شوية صدقات شوية عطاء اه عطاء في كل شيء عطاء في المادة وفي العواطف يا عدراء وانت اساسا يعني عطاء زي ما بيقولوا يعني معطاء او شيء اه عم بشوف في حمل ممكن يكون حمل عند الاشخاص اللي مستنيين حمل عم بيشوف الطرف الثاني عم بيشوفك بطريقة كتير حلوة عم بيشوف عندك كل شيء مؤهلات انت فعلا عندك مؤهلات اه يعني كل المؤهلات لحتى تكون نمبر ون في حياة الآخر في حياة الطرف الثاني زي ما قلتلكم اه ما قلنا الطاقات الطاقات عم بتكون اه ترابية ان هذا بيشوفه ممكن ميزان ممكن تور معينو تور اكتر اه ممكن الطاقات عم بتكون اه نارية ترابية هوائية هذا بشكل عام بالنسبة للعمل ما طلع لنا شيء عن العمل و لكنه فيه رقود في العمل لما ما بطلع شيء عن موضوع معين بيكون فيه رقود او ما فيه تغيير او من هاي ناحية اه الشغلات اللي بتطلع بالورا هي الشغلات اللي اللي فيه عليها تغييرات او تطورات العطفة بشكل مختصر او عام عشان ما نطول عليكم رح اعتمدهم والله شايف الحبيب يعني حاطك وقاعد حاطك يعني محتفظ فيك مش حابب تروح من ايدو خايف تروح من ايدو و لكنه عم بشك انه يمكن فيه حدا بحياتك فيه ممكن تروح من عنده او تطلعه من تفكيرك عم بشوف شوي طاقة انتظار اول هذا الشهر لكن عم بشوف افراح في افراح بينك وبين الشريك مهما كانت العلاقة شكلها عم بيكون في افراح عم بيكون في احتفالات بينك وبينه شايف المشوار طويل بناتكم والعلاقة جدية نوعا ما فيه ناس بيحبوا بعض عن طريق العمل او بناتهم شغل هدول الاشخاص كمان علاقة قوية ووطيدة ولكن رح يصير فيه تغيير معين في شكل العلاقة يعني اما من صداقة لحب اما من اعجاب لصداقة او من اعجاب لحب من حب لزواج عم بشوف فيه تغيير جذري في هاي العلاقة او في شكلها رح يكون فيه ترسيم او وعد في ترسيم هاي العلاقة عم بشوفكم بترتبوا اموركم بت يعني اذا كنتوا مبتعدين عم تتخيلوا بعد كل واحد يعني حاطت ايده على خده وعم يستنى التاني وعم بيفكر بالتاني ولكن عم بشوف كل واحد يعني متمسك في رأيه كل واحد متزمت في قراره فيه شخص او فيه شغلة رح تجمعكم مع بعض يعني حاس انه لا هو رح يرجع لا انت رح ترجع ولكن فيه احتفالات وفيه مواقف هي رح تسير يعني القدر رح يتدخل يمكن شخص رح يتدخل موقف معين يخليكم بحاجة تحكوا مع بعض وساعتها بيصير فيه رجوع لو كان يعني فيه انفصال شايفه للمتزوجين فيه شوية راحة من بعد تعب عم بتحطوا المشاكل شوي وراء ظاهركم يمكن لفترة مؤقتة عم بيكون خوف من علاقة ثلاثية مجرد وهم ما في علاقة ثلاثية ولكن عم بيكون عندك شوية وهم ناحية هاي الشغلة او شك بهاي الشغلة ولكن مش موجودة ابدا في الاوراق او في الطاقات الموجودة احذر من هاي طاقة الاوهام وطاقة وهم العلاقة الثالثة لانه فيه ناس كتير بتفكر انه او بتشك وشكوكهم بتكون غلط فما نضيع الموضوع او نضيع العلاقة فيه شكوك وفيه امور مش موجودة نشوف او ما شوفنا مسج خلينا نشوف مسج اول شي من الحبيب اذا كان بعيد او قريب او والله الحبيب تعبان كتير بيقولك انه هو كتير تعبان كتير متأسر كتير يمكن عشان تحن عليه او تحزن عليه بيقولك انه وضعه مش تمام عم بيكون حزين عم بيكون وحيد يمكن هاي مسج عشان انت اللي تبادر ما بعرف بس لا ما بنصحك تبادر ابدا لانك ما غلطت بالاوراق مبين انه انت مش غلطان ابدا ولكن عم بيكون فيه مثل اللي هو استعطاف في هذا الكرت انه هو حزين هو عنده مشاكل هو مش مرتاح وعن بيستناك ما بعرف ليش عم استناك خلاص ياخد خطفة تشوف تحزير لهذا الشهر لبرج العذراء شو عم بيكون انت يا برج العذراء هذا الشهر ممكن تتسرع في موضوع ممكن تتسرع في قرار عاطفي خاصة عم بيقول لك التحزير انه لا استنى شوي فكر اعطي حالك مهلة ما ما تاخد اي قرار سريع هذا الشهر وما تاخد قرارات اساسا هذا الشهر انا بموصحك هذا الشهر باي قرارات كبيرة مصيرية يا برج العذراء استنى شوي للشهر اللي بعده نشوف الاوراكل شو بحكي لنا اشتركوا في القناة انت اخر فترة شوي مش غلطت غلطات شوي خبصتلك شوي تخبوصات يعني وكأنه بحكي لك انه رتب الامور نظف اللي انت عملته اذا غلطت بحق حدا اعتذر الاعتذار مش عيب ولا شي يعني عادي جدا الكبرياء شوي نخليه على طرف بالعلاقات العاطفي يا جماعة يعني شوي نمشي الامور فبس بيقولك نظف اللي انت عملته وكأنك يمكن غلطت انا قريفة غلطة كبيرة ولكن يمكن اغلطت بموضوع او عملت شيء او يمكن بالشغل ما كان عندك تنظيم معين للامور فبيقولك نظم هاي الفوضى او نظفها لحتى تمشي الامور حبابي برج العذراء بشوفكم بالفيديو الجاي باي اشتركوا في القناة